نحمد الله سبحانه وتعالى واتني عليه نحن أمون لفنك نحمد الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى علمنا أن نحمده يعني دائما وأن نبدأ صلواتنا كل ركعتين ركعة بصورة الفاتحة التي جوهرها حمد الله سبحانه وتعالى واتنعي عليه وسؤال الله سبحانه وتعالى الأمور الأساسية وبقيت كنس تغربة اليومة هذه لحت باللي في صورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى ما تكلمش معانا على يعني لم يضع فيها دعاء لدخول الجنة قال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن يعلمنا أن نذكر أنفسنا بأن دورنا في هذه الأرض هو أن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده وأن لا نستعين بغيره ثم مر إلى الدعاء فلم يقل أدخلنا الجنة أوقنا مننا قال إهدنا إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين فكأن الله سبحانه وتعالى يجعل بيننا وبين دخول إلى الجنة إن شاء الله ونرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم أي مننا ولا من قصرنا ولا من إخواننا ولا من لمن له مناصلة ود وتعاون على الخير ومحبة وإيمان بالله سبحانه وتعالى جعل بيننا وبينهم الدعاء ينبني عن الهداية كأن ربنا سبحانه وتعالى ينبئنا لأنه لو جعل ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة التي هي صورة الفاتحة والتي هي أم القرآن دعاء بالدخول إلى الجنة لظن المسلمون جميعا أن عندهم ضمانة أنهم سيدخلون إلى الجنة بدون حساب فالله سبحانه وتعالى يعني علمنا أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين هذه طريق يوصل إلى الجنة ولكن ليس هو الجنة بمعنى آخر أننا في الحقيقة مع شر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذه الأرض التي نحن فيها نحن في دار ابتلاء واختبار في دار عمل قصنا نجتهد بش نستحق الهداية دي الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم ثم نجتهد لكي نعملها وفق توجهات الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم يعني للصراط المستقيم عسى أن ندخل إلى الجنة إن شاء الله الرحمن الرحيم وهذه ملاحظة يعني أنا جاتني كبيرة وخاء ربما تأخر بي العمر حتى أن تبه إليها ولكنها كبيرة جدا بمعنى أنه ديننا ينبهنا إلى أنه ليس هناك توكل في هذا الدين أن القضية مرتبطة بينها بحسن هداية الله لنا وهذا يعني أظن أنه متوفر على الأقل طبعا بطريقة متفاوتة ولكن بشكل كبير لأنه دبحنا يرحنا في الحقيقة اللهم في الشجنة لا فكرتهم زيان نضرع إلى حاجة وحدة لإخوان الأتراك جاءوا لعندي قلت لهم مش تسمحوني نقول لكم واحد لكلمة وما تقلقوش قالوا لي نعم قلت لهم أنا يعني يؤسفني أو يسؤوني أو أأخذ عليكم مع شر الأتراك أنكم لم تعلموا أبنائكم اللغة العربية اللغة العربية هذه هي صلة الوصل بيننا وبين كلام الله وقالوا لي وش على من تعيب على أردغان قلت أعيب عليكم من أولكم في الإسلام اليوم الحمد لله المغاربة يعني قريبا كلهم يعرفون اللغة العربية ويفهمون كلام الله سبحانه وتعالى وهذا كان مجهود واختيار ديال هذي الأمة هذي قالوا لي يا راح نحن نحفظوا القرآن قال لي واحد قلت له نعم قلت له أنتم ما كتحفظوا القرآن عندكم بزاف اللي تحفظوا القرآن وأنتم الأدان ديالكم محسن من الأدان ديالنا والأيما ديالكم ربما محسن من الأيما ديالنا في القراءة والدجويد لك تسمعونهم ولكن التركي لا يفهموا كلام الله فإحنا إلى جيتي وتشوفوا ده إحنا بعدها كمغاربة اللي في هذه المناطق اللي كنت تتكلم بعدها العربية وربما الشلحة ولكن العربية بالخصوص ما كنش بيننا وبين كلام الله سبحانه وتعالى حاجز تأذيك الكلمة دي المبين مفهمتها إلا مؤخرا مبين بمعنى أنه لا يحتاج إلى ترجمان في الغالب المسلمون يفهمون كلام الله جميعا لأنه ما يقلنا لما تقلنا أقيم الصلاتة وآتوا الزكاة هل نحتاج إلى من يترجم لنا أو يفسر لنا كلام الله صحوه وتعالى فهذا وحد الخير كبير ولكن كنقول لكم هذا شي غير وحدة ما ينجح يتشوف كون الله صحوه وتعالى خلقنا مسلمين كون الله صحوه وتعالى جعلنا في دولة إسلامية كون الله صحوه وتعالى يعني علمنا اللغة العربية كون الله صحوه وتعالى جعلنا من الحركة الإسلامية كون الله سبحانه وتعالى يعني جعلنا في حزب دي مرجعية إسلامية شي بزاف بتنقولش بزاف باش نقص لا بتنقول بزاف بمعناه باش نشعروا إحنا يا فض الله سبحانه وتعالى علينا بهذه الخيرية وهذه النعام هذه النعام الحقيقية يا الإخوان ولهذا فقبل من تكلموا على بعض الإشكالية السياسية إلى آخره خلصنا نشوف نعودتا ندير الأمور ديالنا بهذا المقياس لأنه إحنا كنقول إحنا كنعتزو أعز ما عندنا في هذا الأمر هو ما يسمى بالمرجعية الإسلامية لأنه في جميع الأحوال وخا ولو ذهب كل شيء كتوقع عندك هذه المرجعية الإسلامية وهذه المرجعية الإسلامية سبحون لي رغم شيء لا تشبتي بها غير شيء لجدنا فقط هي أصلا لا تشبتي بها كتعيش بزيانة في الدنيا مهما وقع تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبني باش يوصلكم كل جديد